لم يسلم الأجنة في بطون أمهاتهم من الأعمال الإرهابية جريمة هزت اليمن بكاملها استهدفت الصحفية رشع عبدالله الحرازي وزوجها المصور الصحفي محمود العتمي بينما كان في طريقهما إلى إحدى المستشفيات في عدن حيث كانت ستضع وليدتها الجديدة بعد ساعات لكن جريمة إرهابية خطفت روحها وأزهقت طفلتها التي لم تر النور بعد لم تكن تعلم بأن أياد الإرهاب قد زرعت أبوة ناسفة في سيارتهم يتحدث انفجارا هز مديرية خور مكسر في عدن سخط شعبي كبير وسياء من قبل جهات حكومية ورسمية وناشطون حول ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من مضايقات وملاحقات واغتيالات في مؤشرين ينبئ بخطورة الوضع والبيئة التي يعمل فيها الصحفيون إذا اعتبر ناشطون السهداف العتمي وزوجته الصحفية رشال حرازي بداية لسلسلة السهدافات قد لا تتوقف عند حد في ظل إفلات قتلة الصحفيين ومنتهكي حقوقهم من المساءلة والعقابة العديد من المشورات في مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن الألم والحسرة لما وصل إليه حال اليمنيين والجريمة البشعة التي استهدفت الزملاء محمود العتمي ورشال حرازي وطالبت الإجهزة الأمنية في عدن سرعة الكشف عن منفذي الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفي ظل البيئة الصعبة والمعاناة التي واجهها الصحفيون في اليمن دعت نقابة الصحفيين اليمنيين وحقوقيين المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع الصحفيين في اليمن الذين باتوا هدفا للإرهابيين وباتوا محرومين من أبسط الحقوق لممارسة المهنة والعمل الجاد على توفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين في اليمن